موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوان منها من وصفته بالتاريخي ومنها من قالت إنه استثنائي بينما أخرى اعتبرته إنجازا تقشعر له الأبدان وسائل الإعلام عبر العالم تتنافسه في اختيار تعبير مناسب لوصف إنجاز لبؤات الأطلس من مونديا القطر إلى أستراليا ونيوزيلاندا المغرب يصنع التاريخ برجاله ونسائه فبعد ملحمة الأسود في مونديا القطر بصمت لبؤات الأطلس على إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلاندا بعد تأهول هند إلى دور ثمن وفوزهن على كولومبيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس برسم جولة ثالثة للمجموعة الثامنة وسيواجه المنتخب المغربي في دور ثمن نهاية المونديا نظيره الفرنسية ثلاثة المقبل مع استشراف إنجاز جديد يضاف للعديد من إنجازات كرة القدم الوطنية في سنوات الأخيرة تبعت لهذا الموضوع نرحب بضيفتنا الباحثة في مجال الرياضة النسوية الأستاذة لبنى بالعباس أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا للاستضافة أهلا وسهلا المغرب إذن خلق المفاجأة البارحة في بيرث بأقدام السيدات بداية كيف تبعت هذه المباراة وكيف يمكن أن تعلقين وتصفين هذا الشعور الذي حقيقة يعني لا يصف الذي يعني أحسسنا به البارحة جميعا دونك الإحساس دينا أولا كنا في الشغل بطبيعة الحال كيف مكان دينا في قطار كتوقف شوية العملية دي الشغل باش كنتبعوا لأن هذه المباراة تاريخية بالنسبة لنا وبالنسبة لنا إحنا كامراءة كينا شوية دي الارفانش بغينا نوريو الناس اللي خرجوا في مواقع التواصل الاجتماعي بأننا إحنا قادرات أننا مالقغي اللي سي زيغو أننا نقدروا أن نحققوا واحد الهدف اللي هو متوخى في استراتيجية كرة القدم النسوية من طرف الجامعة هذا إحساس جميل حساس بك أي مرأة مغربية فخورة بالبلد ديالها وفخورة بالرأي ديالها وفخورة باللبؤات ديالها في المجال الرياضي إحنا كان متعطشين بحل هاد بحل هاد خصوصا من سبيل الرياضية المغربية بطبيعة الحال مؤخرا عرفنا المرضي اللي هي دارة واحد إنجاز عالمي كانت نقولفنا أننا نكون متواجين من بعد إنجازات ديال قطر المغرب ولا في واحد الباب ولا في واحد المستوى عالي في المواقع التواصل الاجتماعي ولا تكيد ترفضلوا الهم وكيدلوا قيمة أكتر في المجال الرياضي دونك حنا بنسبة لنا مفخارة وهذا ما كيجيش عبت كيجي موراه واحد استراتيجية كبيرة اللي يمكن أي أي رياضي يوصل يؤدي بهذا المستوى يوصل بهذا النتيجة لأن الرياضة ما فيهاش المفاجأة كينا غير خدمة نعم طيب في اعتقادك يعني شنو هي نقاط قوة لبؤات الأطلس وإذا بغينا نقوله يعني نقاط المفاتيح ديال الإنجاز البارح الإنجاز ديال البارح هو كيما قلت خدمة ديال ديال خمس سنين ولا ست سنين قبل كيما قلت ما كاناش مفاجأة في الرياضة تانيا كان واحد الاتحام كان واحد الاتقاف الناس كتسبوها من أمور الخسارة اللي داروا ديال ديال السفر وانا كنشوف بأنها هي واحد المفتاح اللي أعطى لهم باش يبرهنوا أكتر يمكن أول أول منافسة ديالهم في كأس العالم هذا جديد علينا تحنا كبلد إسلامي وكبلد عربي بلد إفريقي أول مرة دونك بالنسبة لهم كانوا خاصهم يبينوا على الكافاءات ديالهم اللي عندهم عندهم ديغراند كمبيتنس ديغراند پوتنسيال تيكنيك غير هو أول مرة بطبيعة الحال كونتر واحد البلد اللي هو كبير بطبيعة الحال كان يمكن التعتر ولكن التعتر مع طغير واحد القوة الأمام بطبيعة الحال أنا ما كان ما ننسوش الخدمة دي الأوتور تقنية أنا كنشوف اللعب ديالهم هاد المرة لعبوا مزيان لا مع كوريا ولا مع كولومبيا يمكن كان شوية ديالتقى في النفس وشوية ديال كما كان قلو الدهشة دلول اللي هي أنا كان منحها لهم لأنه وأي واحد في الرياضة كي منح هاد لتخاك خصوجي ما كان سيت انتخاك بوزيتيف اللي اعطى ما نبقى ديالكوهزيون اللي باينا ما بين الليبنات كان واحد الاتحام بينتهم كان واحد الديناميك ديغروب اللي كانت آنيميهم كاملين وكان واحد القوة اللي هي داخلية أنها مغربية بغتبين أنها قادرة أنها تحقق انتاج نعم وبالتالي يعني كيف يمكن أن نصف شخصية المنتخب الوطني النسوي بهذه القدرة على تجاوز الهزيمة المؤلمة أمام ألمانيا والانطلاق من جديد نحو النجاح الرياضي المحترف كي تكون عنده هذه الخاصية لأن إذا كان نهازم في مباراة ولا نهازم في واحد اللقاء ممكن لهم يمشي القدام هذا ليس الرياضي المحترف ورياضي المحترف كتكون عنده هذه الكفاءة نعم كتكون عنده هذه الكفاءة وكتنمى عن طريق العطور التقنية التي تبع له وعن طريق المدرب نعم طيب هذا الفوز وهذا التأهل ما الذي يضيفه اليوم لتاريخ كرة القدم النسوية الوطنية الإفريقية والعربية كذلك هذا ما ستعطي إلا قفزة كبيرة بالنسبة الكرة القدم النسوية بجميع الفئات ديالها كما شفنا أخيرا مؤخرا كانت هناك البطولة البطولات العالم دي الكرة القدم المدرسية وكانوا فيها الفتيات دونك هذا الإنجاز الإفريقي اللي حصلته هاد البنات اللي دابه في لكوب ديوموند جر معاه بزاف ديال الفئات واحدة آخرى منها الرياضة منها الرياضة المدرسية أنا كنشوف بأن هذا الإنجاز هذا غادي يطور وغادي يهز بالرياضة النسوية في المغرب بمجموع وغادي يعطي واحد الإقلاع كبير وغادي نحاول نفكره كما تفكر كرة القدم هتحاول تفكر جميع الرياضة الأخرى بنفس المنهجية لنهجتها كرة القدم النسوية باش يمكن لها توصل لهذه الاستحقاقات اللي وصلت لها اليوم نعم وبالتالي يمكن أن يكون هذا الفوز يعني حافز للفتيات صغيرات اللواتي يعني يريدنا أن يتطورنا ويتألقن في مجال كرة القدم إلا بغادي نقول يمكن نحن في المغرب بطاة معنى موديل هذه البنية هذه البطلات وهذه اللابوئات يقدرون يديرون موديل دي الفتاة مغربية قحة حرة حققات داتا في المجالات في الإنسانس انترنسيونال المونديال عن طريق الرياضة والرياضة وكرة القدم النسوية أنا أكيد أن الناس ستفكر كيف يمكن جميع الرياضات أنها توصل بحال هذه الإنجازات التي حققت كرة القدم النسوية واللابوئات نعم وهذا يثبت طبعا بأن النجاحات المغربية في كرة القدم يعني هي لم تأتي صدفة وإنما هناك عمل وهناك أيضا رؤية ملكية استشرافية كذلك تهتم باللاعبين أكيد كيف ما شفنا بأن استراتيجية السيفوزي القجاع أعطت اهتمام لكرة القدم النسوية هذه خمس أو ست سنوات كان واحد ينستابلية إيكونوميك بالنسبة للاساليغ دياللبنات للاساليغ ديال المدربين في الأندية ديال برمير ديفيزيون كان واحد استراتيجية جهوية كان واحد استراتيجية اللي هي كتحاول تطور لكرة القدم النسوية من لاباز ومن النوادي الصغرى دونك هذه الخدمة هذه أعطت مشاركة إفريقية اللي قدرنا نحتضن بها لكان واللي أعطت النتيجة اللي وصلت لها لبؤات الآن دونك هذا خدمة ديال 6 سنين ولا 5 سنين قبل اللي أعطت هذه النتيجة واللي أعطت هذه اللفقة بهذا نعم مدرب لبؤات الأطلس قال بأن يعني يمكن أن يكون بداية لمغامرة جديدة مثل التي كانت في قطر ما لا تتوقعين كان قولوا بأن انتصارات وحد داخلين أكيد هذا تكلف عليه لأنه إلى إحنا الولاد أعطونا هذه الفرحة في قطر هذه الفرحة هذه اللي بارح خلتنا شوية نطمعه باش نقدرون لعبو مزيان كونتر فرنسا لأن فنالما البنات عندهم كفاءات تقنية كبيرة يمكن أن تنقصهم تجربة ولكن بالقوة وبالثقة في النفس يقدروا يديروا أنا بعد ذلك نقول بأن كانت توقع نتيجة مزيانة لأن كنا نقول كونتر كولومبيا كونتر لبنات يمكن عن طريق كرة القادم النسوية كيف ما نقدرش أنا كمغربية سنبغي ونقر ندير بحال كل شي كي قلنا لا كولومبيا كبيرة فرقة كبيرة وفيتك تشارك في الشامبيون دي موند ولكن يقدرون نديروا شي حيثا نكونوا متفائلين نريد أن نتفائلوا معهم نريد أن نعطيهم مواقع التواصل الاجتماعي يؤثر فيهم بزاف لكي يكونوا عندهم ثقة في النفس ويجبون نعم كل التوفيق إذن إن شاء الله الباحثة شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى كل هذه شكرا ختامه وفقرة ضيف الزوى المشاهدين شكرا لكم الحسن المتابعة إلى اللقاء